وعجب اشترككم القناة اشتركوا في القناة مع اللوز مهرمش مع جمع القديل الكاراميل الكبار يمكن لكم تديروا الفيتين أنا الفيتين ما لقيتوش يعني استعملت اللوز الفيتين مع الشوكولة بيضاء ومع البخانيني هنا عندكم راقدشي طبقة مهرمشة هائلة 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 بالنسبة للجنواز دينا على بركتي اللي هنا ينتم كما كتشوفو كنسقيوها بعسير البرتقال او اللي بسيرو او اللي بشارب كما بغيكون يكون على بركة سيلا غادينا نفرشو اولا غادينا نديروا ديك الطبقة المقرمشة اللي متكونة من الكاراميل الجاهز مع المكسارات القرقاع شوية اللوز واللوز مهرمش واللوز إيفيلي ما الطريقة هذي صراحة كتجيها الحلوة دي رائعة بالليزة بالسف وكذلك الطبقة كتعطيها واحدة القرمشة اللي هي رائعة بالسف من اللي كان ناكل الحلوة ناكل نطلقها معه اللي فخوي سيكا ذو كي يعطيه واحد اللي يزوينا بالنسبة للكريمة انا غادي استعمال هولارا او الكريمة فخاش اللي هي دجاب السكر يعني محلات غادي نضيف لها على بركة الله الكاراميل بالنسبة للكاراميل انا فهي الحلوة استعمال صغير الكاراميل الجايز استعمال الججم مع الكبار دي الكاراميل او غادي نخلط المزيحة تندمج لي او ليندمج لي الكاراميل مع الكريمة بتشكله دو طلع عندي كريمة جاهزة كما تشوفوا يعني كان طلعه مزيان مضطرة بمدة واحد خمسة دقيق ثلاثة دقيق ثلاثة دقيق يعني ناخد واحد معلقة كبيرة جيلاتين بودرة كان دوبوه كان خليه حتى يشرب ذاك الماء و كان دوبوه في باماغي و كان زيدوه على الكريمة و كان خلطوا الكريمة دينا بزيان بعد مما تخلط الكريمة دينا و يندمج داك الجيلاتين دائما نحركوه بسرعة لانكم تعرفوا الجيناترا ضعية كي يجمد سوف نخلط الكريمة دينا ما تشكل هذا انتم كما تشوفو فوق الحلوة دينا انتم كما تشوفو فرد طريقة سهلة وسريعة التحضير كتخرج لكم حلوة من اروع 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 ما يكون يمكنكم الدراف الاعياد المياه ندف جميع مناسبات خاصة دينا انتم كما تشوفو جميع ايانين القناة كان اكدوا ان القناة و كل شي كون دخلة لها الكريمة باش ما يجي انو ننحيدو الايطار ما يبقوش انو الاخوية تكا كخويل ما فيهم الكريمة لا والو يعني كان ملسوا الوجه دي الحلوة بالشكل هذا كان ملسوا من زيان نضربوه بها كبير باش يلا كان شي والده خلي نزل كنعودو ندوز الكريمة من الفوق باش كنحصلو على سطح مستوي باش من نجو نحطو النابج ايضا بها سوف ندخلو على المجمد ليلة كاملة ونرجع نكملو طريقات تتحضير ديارة بعدما الحلوة دينا دوزت ليلة كاملة كنحصلو على براكة الله كنحصلو على جد باش يلا يتحيل لنا دي ايطار بين مدو ومنه النباج كما تشوفو انا درت معلقة ديال النباج مع معلقة دياله الكراميل الجاهز بالنسبة للكراميل ممكن لكم تصيبوه غير في الدار اخلي لكم رابط دياله في خانة الوصف كنحطو ديك الطبقة ديال القلاساج ديال الكراميل اللي فيها النباج او الكراميل الجاهز باش كلا دا وكندوزو على الحلوة كاملة كطبقة خفيفة بالسف ما تكونش غليظة لانه حلوه بالسف كما كتلكم طبقة تكون رقيقة وشفافة في نفس الوقت انه ما يكونش غامق لانه كما كتعرفو الحلوة ديال الكراميل را حلو بالسف باش كلا دا كندوزو على الحلوة ديالنا كاملة منصف صافي و بالنسبة لتزين ديال الحلوة انا داب بوريتكم الحلوة و بالنسبة للتزين كيبقى على حساب الاختسيار انا غني نوريكم و احل الشكل ديالتزين غنورينكم دابع هذا كيكون الشكل ديال الحلوة ديالنا كما كنت شوفو على بركة لها بالنسبة للشوكولة اللي غن دورو فوق الحلوة كندوبو الشوكولة بيضاء كندوزو الى شوكولة سوداء من الفوق كندورو دائما في ورقة الفورن كان زيجزاقي وهكا على شكل ميلفين شو ما كنتشوفو وخاءنا هاد زين ما كنتش راضي عليه مئة بالمئة وعلى كلمة كليكم تبضعو هل حسب لك شريم توفرنا تكون في المنزل بالنسبة للشكل الثاني اللي غن نزوقو بها رحلوة دينا كان ناخدو الشوكولة كاسود كندوبو ونضيفو لي شوية دي السيت في حمام مريم او اللي في حمام مائي وكان نديرو كنحطو دوائر ديال الشوكولة وكندوبو كامل معناخات صغيرة تكن اصلا على هاد الشكل هيدا سوفو كنديروهم في المجمد حتى يجمدو ضروري انهم يعني يبردهم زيال هاد باش كنزوقو بهم طورتات زيالة كمام غاد تكون تكون يعني اي طورتتين كليكم تزوقو بها بطريقة هادي هنا عندي الشوكولة مدوب كما كانتشوفو هاد ندير بها كاز اكزاك من فوق الحلوة ديالي هاد نخرج داك الشوكولة اللي كنت دوبت او اللي كنت خشيت في الكونجيلاتور بعد الشكل هادا وكنزوقو بها الجواني بديل حلوة ديالي فبالنسبة للجواني بيمكن لكم تخليوهم هكاك او لا يمكن لكم تزوقو بلوز ايفيلي او لا اي حاجة او لا تديروها الطريقة ديال الشوكولة لما يبقى احساب الاختيار ديالكم انتمو اذاك شي اللي بغيتو انتمو فهذاك يبقى زين اختياري بالنسبة للشوكولة بضعتها يمن كتبرد انتمو كما كتشوفو راحنا كنا كنا هرسو داك الشوكولات كنزوقو بلحلوة ديالنم كنديرو شوية ديال القرقاع كده اللي للكو شوية ديال الفانيد اولادك الكركوبات اولادك الفانيد هذا الصغير كنر شو كده زين بسيط وصافي شوية ديال القرقاع انشاء الله تنالاعجاب ديال يوم وتعجبكم الترطة ديال اليوم فعلا كدجا رائع وليده بزاف كما قلت لكم يمكن لكم تطيبوا الكراميل في الدار انا غنخلي لكم الوصفة دياله في خانة الوصف وكذلك بالنسبة للجنواز انا خلي لكم رابط دياله في خانة الوصف انا خلي لكم رابط ديال الجنواز بالنكعة الفانيلا ما عليكم انكم انكم انتم تنقصوا جمعارك كبار من دقيق ووضفوا جمعارك كبار ديال الكاكاو على نفس المقادير الموجودة في خانة الوصف او الا في الفيديو اللي غنخلي لكم كانت تمنى لكم ممسية ساعدة الى حلقة مقبلة بحول الله وبنسبة الناس لما كيوصلوا مش لجديد الوصفات معلوم انهم ان لا يضغطوا على الجرس بلج دائما يتوصلوا بالجديد موسيقى